لان الحالة اللي حصلة مش ان احنا بنكبرهم لا ده احنا بنصحى بدري بنصحى بدري قبل فوات الاوان ونقول لهم اقف عند حدك انت وهو مصر كبيرة ووعية ومنتبهة للمؤامرات وخيوط المؤامرة اللي بتتغزل قدامنا دي وحنقطع ايديك قبل ما تتمد على مصر عشان كده بقولك انا مبسوط بحالة الوعي والانتباه عند المصريين كم الفنانين اللي طلعوا وابدوا بشاركتهم الوطنية ودعمهم ليه الجيش وللدولة مؤسسات الدولة كم الرياضيين كم السياسيين كل قوى المجتمع شفنا الاسبوع اللي فات العمال والمقاولين والمهندسين وهم في الوقفة الوطنية في مدينة نصر وهم راحين يتبرعوا لزندوق تحيا مصر وكلهم بيقولوا احنا وراء الرئيس والدولة والجيش فحالة الصحيان دي حالة ممتازة وانا معلوماتي بكرة كمان انه بكرة حيبقى يوم مهم بس مش مهم ليهم لا دا مهم لينا وبكرة هو يوم الامتحان هتشوفوا بكرة قوافل المصريين الوطنيين وهم في مظاهرة حب والقصة الحقيقة مش في شخص الرئيس مش في شخص مش في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم انه هو يستحق المسندة لان الرجل من ساعة ما جيه وما بيعملش حاجة حقيقة غير انه هو بيبني وبيعمر وبيشتغل وبيحارب الارهاب وبيرجع سمعة مصر ووزنها الاستراتيجي واثقالها السياسي على مستوى العالم فهو يستحق التأييد والتشجيع والمسندة لكن انا قصتي كمان في الوطن في البلد اللي هي اكبر من اي رئيس واكبر من اي شخص انا وانت والرئيس واي حد لان كلنا زائلون والباقي هو الوطن البلد هي لدي تستحق المسندة الاكتر شكرا كده المصريين الشرافاء المحترمين اذا نزلين بكرة فنانين وسياسيين ورياضيين واعلاميين وقوافل من الشعب المصري العادي وعمال وفلاحين وكل فئات الشعب الناس دي نزل عشان تقول كلمة واحدة الكلمة دي لا كلمة موجهة لكل الغربان لا بصوت عالي مش هنسمح ان الماضي يعيد نفسه مش هنسمح بان السوس يرجع ينخر في العظم احنا ما صدقنا وقفنا على رجلينا ما صدقنا بقى لينا بعد سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار والانكسار الاقتصادي ومرحلة وصلت كان يعني مش عايز افتكر بقى الايام من السودة دي ربنا نرجحها من 2011 لحد 2013-2014 وحتى بداية 2015 كده كان حاليتها صعبة اوية لحد ما ابتدرينا شوية شوية ناخد نفسنا ونوقف على رجلينا ونفتكر ان احنا في بلد فيها امان وفيها شرطة وفيها جيش وفيها اقتصاد وفيها ارقابة وفيها 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 مشاكل عشان ما حدش يقول ان انا رايح هل فيها مشاكل وفيها مشاكل كبيرة وازمات كبيرة بس حلها ان احنا نشتغل على حلها مش ان احنا نخلص على البلد التخليص على البلد عمره ما هيؤدي لحل عمر عمر اللي بيسموه اللي بتاعلي بيكسر ده معوة للهدم ده عمره ما بيبني عمره ما بيعرف يبني البلدوزر عمره ما بيعرف يوقف عمارة البلدوزر شغلته بس انه يهدم فاوعى كل واحد فينا يتحول الى بلدوزر للبلد اوعى حد فينا يتحول الى بلدوزر كلنا عايزين نبقى رافعات اوناش تشيل الاساسات والادوار واتطلعنا لبنيان يناطح السحاب ومصر تقدر ومصر تقدر بس لما نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان كده الحالة الرائعة من القوى النعمة والقوى السياسية والفن والرياضة والاعلام والعمال والفلاحين وكل الناس اللي هي بتقول دلوقتي كلمة واحدة في وش الاخوان وفي وش كل الغربان اللي طالعين يعني يحاولوا دلوقتي يهجموا علينا لا مش هنسمح مصر قبل ما يكون فيها جيش وشرطة ورئيس وحكومة هذا الوطن له شعب يحمي هذا الوطن